مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة كيف الحال؟ نورت الحالة أهلا وسهلا بكم معي الحمد لله استقر الوضع استقرت عملة USDC والأزمة التي عبرناها في عطل نهاية الأسبوع هديت ولكن ماذا يحدث حاليا بالأسواق من بايدن إلى سي زي إلى سيركل نفسها ماذا يحدث هنا بالضبط؟ كل هذا في حلقة اليوم فقبل أن أكمل هذه الحلقة إذا استفيدوا من محتوى القناة إذا لم تنسوا دعمني بلايك اشتركوا في قناة نتري الاسبسكرايب عملة USDC تقريبا صارت واحد مع الدولار وإن حان الوقت تأخذوا قرار أو تذهبوا وتنتقلوا على العملات اللا مركزيات أو تسحبوا الكاش على المصرف لا تجعلوا كاش بعملة USDC أو أي عملة مستقرة واخرى على المنصات لأنه لا يحدث لم تخاطروا بهذه الوقت؟ أفضل شيء أو تكونوا بالمصرف أو تكونوا بالعالم اللا مركزي بالمحفظات الباردة الخارجية الحمد لله الوضع تحسن وكيفما ترى حاليا السوق كله أول شيء والسبب الرئيسي لارتفاع الأسواق في الوقت الحالي هي مغادرة الناس لعملة USDC وصرفها أو يأخذوها بكاش أو يحاولوها لعملات مثل بيتكون وإثيرم هذا هو يرفع بالأسواق في الوقت الحالي إذا نظر على محفظة في الوقت الحالي سترى كثير من تحويلات لمحفظة باسم هذه النل أدرس تحرقوا عملتها ناس مؤسسات توجهوا نحو وطلبوهم خذوا USDC وأعطونا الكاش أو USD وحاولونا المصرف هذا أمر واضح جدا على الشبكة ولذلك بطريقة عمل USDC لما الناس يصرفوا USDC معهم وحاولونا الدولار هم يحرقوا العمل نفسه وهذا هو الواضح ونرى مئات ملايين دولارات كيف راحوا نحو هذه المحفظة للحرق بوقتي الحالي طبعا للناس الذين لم تتابعوا بآخر حلقتين على اليوتيوب الوضع الذي دعنا نصل لهون أنه الفيدرالي رفع الفوائد المصاري صارت غالي على الشركات يستقرضوا مصاري من المصارف الناس قررت تتعد عن المصارف بسبب الانهيارات المختلفة اللي صارت في عام 2022 عم بصير في اشي يسمونه هذا الأمر أدى لحبوط مصارف زي مصرف سيلفرغايت مصرف سيليكون فالي بانك هذا هو الأمر الرئيسي اللي عم بأدي لها سلسلة انهيارات بأمريكا بالمصارف متشابه جدا لعام 2008 والناس عم بتقرر تروح نحو العملات الرقمية لأنه العملة الرقمية خاصة البيتكون اللي هو الأول بهذه المساحة انه بنى على أساس الانهيار للنظام المصري في عام 2008 هذا كان أول سبب للانهيار شاهدناه بعد ثلاث نهاية الأسبوع وإسه هذا أول سبب لارتفاع بالعملات السبب الثاني وواحد من الأسباب الرئيسية للضخ اللي إسه يصير حاليا بالأسواق وضخ كبير جدا هو لواحد مليار دولار من جابة باينانس اللي حولها سي زي من المصاري اللي هي بعملة مستقرة نحو ثلاث عملات بيتكون اثيروم وباينانس قوين باينانس عم تشتري من وراء إذا كان بطريقة اللي هي يعني أوفر دي كاونتر أو بطريقة ماركت أوردر بالسوق وهذا عم برفع الأسواق هذا كمان بيجي مع تصفيات بالعقود الأجلي خاصة عن الشورتس وشفنا لحديث هذه اللحظة فيه تقريبا ١٦ مليون دولار بالشورتس اللي صفه هذا يعمل شورت سكويز بسموه اللي طبعا بساعد أخطر وأخطر العملات الارتفاع إذا لم يفوق هل حلوا مشاكل العالم الإقصادي بين ليلة وضحاها اللي أدى لارتفاع بهذه الأسعار؟ لا الارتفاع الحالي هو بسبب سكويز اللي جاي من طلب شراء قوي من باينانس وبين العقود الآجنة اللي عم تتصفى وثالثا وهذا هو أهم أمر اللي خلى الانطباع الحالي على الأسواق هو حديث بايدن اللي طارق طلع يحكي عن المصارف بأمريكا وعن سياسة المصارف وعن أمان المصارف بأمريكا وبقول لك هيك اللي صار مع سيليكون فالي بانك بأمريكا هذا الأمر مش رح يتكرر لأن أمريكا فاتت هناك مع برنامج طارق لدعم البنوك المصارف القانون المالي بأمريكا بجبر الشركات المالية في حال ارتفع الطلب عنده والناس يطلبوا مصاري يسحبوا يروحوا ويبيعوا من السلع عندهم ومن أصولهم وهذا هو السبب الرئيسي لأن سيليكون فالي بانك هبط لأنه نجبر يبيع بإخسار السندات واسهمه عشان يلبط طلب السحب المصاري من الشركة وهذا أمر الهبط للسوق السياسي الجديد يقول لك هيك ليس بحاجة أنت تبيع الأسهم المعك بإخساره تعال لعنا الحكومة الأمريكية اقترض منا ونحن سوف ندعمك بهذا الصندوق الكبير لدعم البنوك الموجودة لحل الطوارئ هذا أعطى شرارة أمل بالأسواق خاصة لعملاء بنك سيليكون فالي بانك لأنه كمان قالوا لهم أن كل الناس اللي معهم المصاري ويسحبوا مصاري من بنك مسموح لهم والمصاريح توصل لهم وهذا الأمر إجالهم مع تأكيد من الحكومة ومن الجهات المسؤولة بالمصارف الأمريكية وكان نتيجة وصلنا للوضع اليوم الذي فيه الكريبتو موجود بالأخضر لأن الناس تهرب من المصارف التقليدية نحو الكريبتو من ناحا الحكومة الأمريكية تدعم الأسواق وتدعم المصارف اللي عندها تقول للناس تهدي من خوف مصاريكو بأمان نحن معنا مخطط ونحن نحميكو بشكل خاص لسا كيفما ذكرت الأوضاع لم تحسنت من ناحية اتصادية المشاكل بالأعالم بعد موجودة الفيدرالي بعده لم يقرر يتنازل عن أفعاله ولكن تاريخيا دائما الفيدرالي كان يترجع عن أفعاله بعدما يسبب أزمة بأمريكا فهل هذه بداية لأزمة؟ الله أعلم لأنه تشعب هذه المصارف الضخمة اللي هبطت ممكن يكون لها تشعب طويل وعريض جدا بالأسواق بعدنا بأول الأيام وبعدنا مش عارفين كيف سياسة أمريكا ستحمل مصارف بالضبط فهل رح يعترف الفيدرالي بأنه خلاص بكفي بكفي الضغط على الأسواق ولا لا تقول لي تحت رأيكو بالتعليق وقول لي شو رأيكو بهذا الموضوع هل رح توقف الفيدرالي عن رفعان الفائد ولا لا كله بالتعليق تحت الآن من ناحة العملات الرقمية ومن ناحة الشارتنا كيفما ترون شمعة ضخمة جدا هذا طبعا إيجا مع حديث بايدن مع خروج الناس من USDC ومع شراء باينانس لا تكون الإثيرون بحجم 1 مليار دولار اليوم وصلنا بسعر لـ 24500 كيفما ترون لدينا كان مقاومة كبيرة على هذا الترند الصاعد الذي هو بالوسط بين هؤلاء الترندين المتحد الدعم القادم للأسعار سيكون على 23 ألف دولار أول مرة وتاني مرة سيكون على 22 ألف دولار ومتين بهذه كم منطقة الدعم الحالي للأسعار فللناس الذين يدورون للتعزيز وهذه الأمور المختلفة أنا شخصيا بوقت الحالي أريد أن أنتظر قليلا أرى أين الأسعار ستستقر والتعزيز سيكون أكثر بمنطقة 22 ألف دولار بهذه كم منطقة في حال هذه الأسعار بالفعل استقرت لأنه كيفما ذكرت الوضع لا تصلح المشاكل لا تصلحات يتحدث عن مخطط يتحدث عن خطوات فريد أن نرى أن هذه الخطوات تنجح ونرى نجاح لإستقرار الأسواق في وقت الحالي وأنا أريد أن أنتظر أكثر من هنا لنهاية الأسبوع لأنه بكرة في عنا معلومات التضخم في أمريكا وهذا ممكن تغير اللعب من أول جديد بالسوق ومن ناحة الإثيريوم أيضا بالإثيريوم كان هناك ضخ جدا جذاب الذي وصلنا إلى 1700 دولار بول بالضبط على منصة باينانس أيضا بالإثيريوم منطقة جيدة جيدة لأننا أخذنا أرباح مثل البتكون المقاومة الحالية هي فقط مقاومة 1700 ولكن لا أرى مقاومة كبيرة حاليا هناك تراجع بالأسعار لأن الناس أخذوا أرباحا منطقة الدائم سيكون بحدود 1630 ولكن المنطقة سيكون فيها مقاومة في حالة دخل الأسعار هي بحدود 1750 دولار بشكل أكبر شخصيا عززت 1430 و1370 كما ذكرت وأخذت أرباحي أول مرة على 1550 وتاني مرة اليوم على 1670 الآن سأنتظر سأنتظر أرى الأسعار على الأغلى في حال نرى الاستقرار سأعزز بحدود 1580 دولار للإثر الواحد في حال استقرت الأسعار بطريقة مقنعة سأقول الآن السؤال الكبير الذي أريد أن أختم فيه هذا الفيديو هل بالفعل وصلنا للحظة التي فيها العمنات الرقمية ستبدأ تعمل لهدفها وهدف بر الأمان أمام النظام المركز المصرفي هو الإعلام شاركني برأيك وقال لي ما رأيك في هذا الوضع وهذا هو أعزائي أتأمل أن يكون بسطته كيفته ارتحته تدعموني بلايك تشتركوا بقناة عن تريس وشكراً لكم ومع السلامة